أهلا بكم في بلا قيود ضيفتنا اليوم ناشطة حقوقية بريطانية ينصب جل اهتمامها على حقوق المهاجرين والأقليات تتعاون ضيفتنا مع مؤسسات عدة سواء أكانت حكومية أو غير حكومية من أجل تقديم المساعدة القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للمهاجرين إلى بريطانيا أسأل السيدة ياسمين حليمة المدير التنفيذي للمجلس المشترك لرعاية المهاجرين عن الإجراءات التي اتخذت السلطات الرسمية البريطانية للتعامل مع أعمال العنف المناهضة للمهاجرين والمسلمين التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرا أسألها أيضا عن أسباب وآثار أعمال العنف تلك وكيفية التعامل مع الحركات اليمينية واحتواء أفكارها السيدة ياسمين حليمة أرحب بك في برنامج بلا قيود من بي بي سي نيوز عرب شكرا نور سعيدة بوجودي في البرنامج سأبدأ بالسؤالك عن نظرتك لموجة أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرا وطريقة تعامل الحكومة معها بكل تأكيد أنا سعيدة بهذا الحوار حول الموضوع لأنه حوار مهم نحن نتعامل مع كل اضطرابات ذات خلفية عنصرية باعتبارها حدثا جديدا لم نره من قبل لكن هيهات فقد مرت علينا من قبل وأعمال الشغب هذه ظلت أسبابها وعواملها تتفاعل نتيجة سياسات معادية للهجرة من قبل حكومات متعاقبة إذن أنت قرأت الشعارات التي رفعها هؤلاء من قبيل أوقفوا القوارب وأعيدوهم من حيث أتوا فستجد أن هذه اللغة مستمدة مباشرة من لغة الحملات الحكومية وعليه يجب أن نكون واضحين بشأن ذلك الخيط الرفيع الفاصل بين عنف اليمين المتطرف والسياسات الحكومية المناوئة للهجرة كان مثيرا للاهتمام أنه في نهاية الأسبوع الذي اندلعت فيه الاضطرابات سمعنا وزير الداخلية السابق يتحدث عن قلقه من أعمال العنف بينما سياساته العنصرية هي المسؤولة عما نحن فيه الآن سياسة الترحيل إلى رواندا التي كلفت البلاد 700 مليون جنيه سترليني راحت هباء منثورا وكان بالإمكان استثمارها في المجتمع وبناء مكوناته لا بد من التساؤل عن مدى الالتزام بالقانون في هذا الباب هناك قلق من انتهاك القانون قلق من أن هؤلاء الناس الذين يحاولون دخول المملكة المتحدة يفعلون ذلك بطرق غير قانونية نحن لا نتحدث هنا عن من لديه قضية وأسباب معقولة للسعي إلى لجوء في بريطانيا هذه هي الحجة التي سيرد بها السياسيون والحكومة على كلامك نحن في المجلس المشترك لعاية المهاجرين لا نميز على أساس كيفية وصول المهاجرين فهم يمرون بأحلك الظروف المزرية والسبب في معظم تلك الحالات أنه لا توجد طرق آمنة يسلكونها للوصول إلى هنا الحكومة حرمتهم من تلك الطرق والفرص حرمتهم حتى من فرصة طلب الحصول على اللجوء ويعني كل ذلك أن علينا التعامل مع أناس في وضعية هشة وعرضة للمخاطر يجازفون بخوض تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر تصور وأنا أم تصور أن تضع طفلك في أحد تلك الزوارق المتداعية وترسله في رحلة تتهددها المخاطر ومع ذلك يحدث هذا كل يوم لأننا لا نوفر لهم الطرق السالكة الآمنة وطرق تدبير أمورهم وأوضاعهم لدى وصولهم إلى هنا أكاد أسمع الحجة الرسمية التي تقول نحن هنا نتعامل مع هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بمصائر البشر بتشجيع هؤلاء الناس على مغادرة أوطانهم وكما قلت لك أنا لا أتحدثون عن من هم مضطهدون أو أنهم يواجهون خطرا يتهدد حياتهم نتحدث عن من تغريهم عصابات الجريمة المنظمة للقدوم إلى بريطانيا هؤلاء هم من يجب استهدافهم وستقول لك الحكومة البريطانية إن هذه الإجراءات الصارمة تستهدف هؤلاء أنت على صواب تماما يا نور يجب استهداف الإجرام لأن ما يفعله هؤلاء المهربون هو استغلال أضعف الناس وتعريض حياتهم للخطر وفعلا حيثما يكون النشاط الإجرامي يجب التركيز على محاربته ولكن يتعين علينا التركيز أيضا على رعاية الناس الذين يركبون تلك الزوارق فكثير منهم لا يغادرون بلدانهم إلا مضطرين ولذلك علينا الحرص على وجود الترتيبات المناسبة لدى وصولهم إلى بريطانيا ذلك ما يجب علينا فعله الحكومة البريطانية طبعا لديها سياسة معلنة معلومة سيدة ياسمين ومشروع الترحيل إلى رواندا كان أساسه الردى ردى المجرمين الذين يهربون البشر والمهاجرين الذين ليس لديهم سبب وجيه لمغادرة أوطانهم ومناطق سكنهم لكن لغة الردعي لا تجد نفعا أبدا وقد رأينا مرارا وتكرارا سياسات متعددة باءت بالفشل وأثبتت أن ردع غير فعال سياسة الترحيل إلى رواندا التي كانت مضيعة لأموال دافع الضرائب لم تنجح فلم تقلع طائرة واحدة إلى رواندا ومع ذلك سمعنا على راديو بي بي سي أحد المستشارين السابقين لدى وزارة الداخلية وهو يدافع عن خطة رواندا المنطق الذي يجب أن يحكم هذا الموضوع هو أن الحكومة التي ننتخبها علينا أن تفهم حاجيات المجتمع وتحرس على توفيرها وخدمتها أي نعم وبكل تأكيد لابد من مطاردة المجرمين بيد أن هذا ليس الموضوع الأساسي نحن نتحدث هنا عن أناس لهم حاجيات قصوى عاجلة هذه الاضطرابات العرقية المعادية للهجرة والمهاجرين أنت سيدة ياسمين والمنظمة التي تقودينها تقولون بأن هناك أسبابا كامنة وراءها ما هي هذه الأسباب والعوامل الكامنة؟ يترى التي يتعين التعامل معها هل صلتت لنا بعض الضوء عليها؟ أكيد أولا وقبل كل شيء دعنا ننظر إلى الأماكن حيث وقعت الاضطرابات وقعت في بعض أكثر الأماكن فقرا في البلاد استطلاع حديث للرأي من هيئة يوغوف سأل السكان المستطلع أراؤهم ما الذي يهمهم أكثر من غيره النتيجة كانت الرعاية الصحية، الإسكان، ثم العيش في مناطق آمنة الهجرة لم تكن حتى واحدة من القضايا الثلاث الأولى وفعلا هناك عوامل كامنة وقضايا اقتصادية بيد أن طريقة معالجة هذه القضايا بكل تأكيد ليست بعنف اليمين المتطرف ما حدث هجوم انتهازي على شرائح من المجتمع هجمت وعوملت بعنصرية كأقليات ورأينا سيدة ياسمين أيضا الحكومة وهي تتصرف بأقصى درجات الحزم والقوة وفعل النظام القضائي على نحو يبعث على ارتياح شديد ألا تتفقين؟ ألا ترين ذلك كافيا؟ تماما ولذلك دعونا نبني وندعم هذه الشرائح المجتمعية وبدلا من الإنفاق العسكري والتعزيز أمن الحدود علينا الاستثمار في هذه الشرائح من أصول مهاجرة عنف اليمين المتطرف انطوى على اعتداءات على مكتبات ومكاتب إرشاد قانوني وعلى مساجد ومحل تجارية دمرت وقد شاهدنا مكونات المجتمع تتكاتف لإعادة بناء ما دمر ورأينا سيدة ياسمين الحكومة وهي تتصرف بأقصى درجات الحزم والقوة وفعل النظام القضائي على نحو يبعث على ارتياح شديد ألا تتفقين؟ ألا ترين ذلك كافيا؟ صحيح كانت هناك مقاربة حازمة لفرض القانون والنظام ولعل ذلك ليس صدفة فرئيس الوزراء كيرستارمر شغل في الماضي منصب كبير هيئة الادعاء العام فعلا شهدنا ردا قويا وبرهنت الحكومة على أن بالإمكان التصرف بصرامة عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون والنظام وعلينا الآن التحقق مما إذا كانت الحكومة ستصغي لأفراد المجتمع والسكان وتتعلم منهم ما لا نتحدث عنه كثيرا هو لماذا أصبح موضوع الهجرة والمهاجرين مقبولا التطرق له في الخطاب السياسي فإذا نحن تأملنا الوضع قبل بضع سنوات خلت فسنجد أنه قل ما كان الموضوع يذكر في الحملة الانتخابية في رأيك لماذا يحدث ذلك الآن؟ ليس الأمر مقبولا ولا ينبغي القبول به وقد رأينا حتى خلال الانتخابات الأخيرة اللغة التي استخدمتها مختلف الأحزاب ساسة حزب الإصلاح البريطاني خاضوا الحملة الانتخابية على أساس أنها انتخابات متعلقة بالهجرة قائلين أن تركيزهم سيكون على الهجرة لحظنا لغة معادية للهجرة لغة عنصرية ومناوئة للإسلام وهذا غير مقبول تماما ولكن هناك أناسا وبسبب تلك الإحباطات وشعورهم بعدم الاهتمام بهم ورعايتهم انتهى بهم المطاف يهاجمون بطرق بشعة أناسا جاءوا إلى بريطانيا بحثا عن ملاذ بدلا من محاسبة سلطات الحكم المحلي والحكومة الوطنية شيء محزن سأحكي لك يا نور قصة رياضية شابة نقدم لها خدمات في جمعيتنا وهي تقيم في فندق لإسكان الطالبي اللجوء فرت من الاضطهاد في العراق آملة في أن تجد ملاذا هنا ما أشد رعبها عندما اندلعت الاضطرابات وعلمت أن الفندق يمكن أن يتعرض لهجوم بزجاجات حارقة كان علينا ضمان حماية وأمان من نقدم لهم خدماتنا في هذه الفنادق والمقرات السكنية لطالبي اللجوء وحتى عضاء فريق عملنا وكثير منهم ينحدرون من خلفيات مهاجرة كان علينا ضمان سلامتهم هذا غير مقبول حكومة كيرستارمر سيدة ياسمين تخلت عن خطة الترحيل إلى رواندا ألا ترين في ذلك مؤشرا على أن المملكة المتحدة كحكومة وكدولة تريد التعامل مع هذا الموضوع بطريقة عادلة؟ وهي إذا تفعل ذلك تتصدى للجذور الكامنة وراء هذه الاضطرابات وأعمال الشغب العنيفة هذه شهدتها البلاد من قبل أيضا في عام 2011 أليس كذلك؟ آمل أن يتحقق ذلك لكن الأهم ينور أنه في يوم اندلاع العنف خاطب رئيس الوزراء الأمة بخطاب أقدره حق قدره وأنا واثقة من أن مسلم بريطانيا وأقليات أخرى تقدر مخاطبته لنا مباشرة حيث قال إن ما حدث غير مقبول وأن الاعتداء على المساجد والتجمعات السكانية غير مقبول وأن الحكومة ستحاسب الفاعلين لكن البيانة الذي صدر مؤخرا عن وزارة الداخلية بتعزيز أمن الحدود يعيدنا إلى المربع الأول كنا نأمل في المزيد من الإجراءات الإيجابية لكن ها نحن لا نزال في غضم بيئة معادية للهجرة والمهاجرين وعسكرة الحدود لتزال قائمة ونفس السياسات لتزال قائمة باستثناء خطة رواندا لغة بيان وزارة الداخلية واصلت الحديث عن ارتفاع الأعداد وعن إعادتهم من حيث أتوا نلعب في توخي الحزم والصرامة في التعامل مع الأنشطة غير القانون لأنك عندما تستعمل تلك اللغة يكون التأثير أوسع نطاقا على الشرائح الاجتماعية ذات الأصول المهاجرة لقد أعادتني أعمال العنف تلك إلى الماضي وأنا مراهقة في السبعينيات عندما كانت مسيرات الجبهة الوطنية تمر أمام بيتنا في شارع معظم سكانه مهاجرون حديثو العهد بالبلاد نعم لقد أعادت أعمال العنف تلك إلى الأذهان أشياء حقيقية وأثرها حقيقية على السكان وعلى أعضاء مجلسنا شقيقي يذهب إلى المجلس خمس مرات في اليوم ومظهره مسلم سيدة ياسمين هل بدأت تفقدين ثقتك في الشعار الذي طالما تبنته بريطانيا معتبرة نفسها بلادا متعددة الأعراق والثقافات وحزب العمال لديه مثاق سلوك معلن في مكافحة الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام مثاق يلزم أساس العماليين بطبيعة الحال وهم في سدة الحكم فيما قلقك الشديد هذا أنا قلقة لأنه حيث كان هناك الأمل في إعادة بناء نسيج الشرائح الاجتماعية ذات الأصول المهاجرة جاء البيان الصحفي الأخير بأخبار مزيد من مراكز احتجاز طالبي اللجوء والهجرة وإعادتهم من حيث أتوا نفس اللغة ألم نتعلم شيئا كمواطنين وكحكومة حتى نواصل الترديد نفس اللغة ونفس العداء بينما يتعين التركيز على تلك القضايا الهامة الكاملة ماذا عن العصابات الإجرامية التي تتاجر في البشر وتجلبهم عبر البحار في انتهاك واضح للقانون البريطاني تماما وبكل تأكيد وهناك مسألة أخرى ماذا عن اختلال ميزان توزيع الثروات في هذه البلاد؟ إذا كنا نتحدث عن الأوضاع الاقتصادية فعشر بالمئة من الأثرياء يملكون أكثر من نصف الثروة يملكون حوالي سبعة وخمسين بالمئة من ثروات بريطانيا كما أن هناك نسبة واحد بالمئة من البريطانيين يملكون ربع ثروات البلاد تقريبا تلك بالنسبة لي هي القضايا الكامنة هذه هو هائلة من عدم المساواة في توزيع ثروات البلاد مثل هذا الخطاب سيدة ياسمين قد يشجع اليمين المتطرف وهذه الحجة التي دفعت أنت بها للتو وكأنك تشجعين الناس من الخارج على المجيء إلى بريطانيا لمشاطرة البريطانيين ثروات بلادهم بينما الحال أن بريطانيا يفترض أن تكون ملاذا آمنا لكل مضطهد في وطنه أو لمن يواجهون خطرا يتهدد حياته لا يا نور ليس تمت أي علاقة بين الأمرين فقل ما يستفيد المهاجرون أو اللاجئون من المال العام ويتم إسكانهم في بعض أسوأ الأماكن من قبيل العبرات والفنادق الرديئة هم لا يأتون لاستحواذ على نصيب كبير من الثروة وحقيقة الأمر هي أننا سادس أكبر دولة في العالم ومع ذلك فهذه طريقة معاملتنا لهؤلاء والسكان في المناطق الفقيرة لا لا أرى صلة بين الأمرين وما أراه هو نتيجة مباشرة للتفاوت وانعدام المساواة في توزيع الثروة وتأثير ذلك على الحياة اليومية لهؤلاء الناس هل ترين أن هناك نوعا من الرابط من زاوية أخرى صعود اليمين السياسي ظاهر سائد الآن وقد رأينا كيف تغير المشهد السياسي في إيطاليا مثلا وفي فرنسا مؤخرا هل ترين أن بريطانيا تسير في نفس الاتجاه أنت على صواب أن وضعت الأمر في سياق عالمي وسياق أوروبي لنتأمل ما شهدته فرنسا خلال الأسبوع وشهور القليل الماضية نعم علينا أن نتوخل حذر الشديد عندما نرى صعود اليمين المتطرف في أي مكان ونتحسب لأثر ذلك انظر لما يجري في الولايات المتحدة والاتجاه الذي يمكن أن تسير فيه الانتخابات نحن جميعا مترابطون ببعض سواء كنا في بولتن في إنجلترا أو بلتيمور في أمريكا أو في بيروت نعم صعود اليمين السياسي المتطرف أكيد أنه مدعاة لقلقنا وترتيبا على ذلك فإن أجواء تهيجي وإثارة هذه السياسة المعادية والمضغضة للمهاجرين ليست البيئة المناسبة بل إن هذه السياسات في الواقع تصبح الشرائح المجتمعية ذات الأصول المهاجرة ضحية لها وهي التي تحتاج لحمايتنا نهيك عن حمايتها بموجب اتفاقيات ومواثيق نحن طرف فيها لكننا في بريطانيا نختار تجاهلها كلما شعرنا أنها غير مناسبة لنا إلى أي مدى سيدة ياسمين ترين أن أحداث الشرق الأوسط أن ما حدث في إسرائيل وغزة من قتل لأبرياء وما تبع ذلك هل ترين أن كل ذلك غدى هذه المشاعر هنا في المملكة المتحدة؟ سؤال في غاية الأهمية وأنا سعيدة أنك طرحت هناك علاقة مباشرة وسأشرح لك كيف أن الصلة وثيقة جدا حتى في المكان حيث نجلس عندما أجريت الانتخابات مؤخرا رأينا مزيدا من النواب المستقلين في البرلمان أكثر من أي وقت مضى رأينا أناسا كانوا قد صوتوا تاريخيا لحزب العمال فكروا ماليا هذه المرة ولم يمنح العمال أصواتهم أي نعم حزب العمال فاز بأغلبية ولكن إذا نظرت إلى الدوائر الانتخابية حيث فازوا فستجد فوزا بهامش ضئيل جدا بماذا يخبرنا ذلك؟ حتى إيفيت كوبر وزيرة الداخلية لم يتعدى هامش فوزها في دائرتها الانتخابية سبعة ألاف صوت لا شيء هل تعرف من تلاها في الترتيب؟ لم يكن حزب المحافظين ولا الديمقراطين الأحرار ولا حزب الخضر بل كان حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف هذه نتيجة مفادها أنه بسبب رفض الحكومة وعجزها عن الرد بشكل مناسب على الأوضاع في غزة اختار هؤلاء البريطانيون عدم منح أصواتهم لحزب العمال مما جعله في وضع حرج بحيث أصبح على قادته إعادة بناء الثقة مع تلك الشرائح المجتمعية لم يصوتوا لحزب العمال أي نعم لكنهم لم يصوتوا أيضا للمحافظين وذلك حسب البعض دليل دامغ على أن اليمين المتطرف في تصاعد هل ترين أنه يمكن التعامل مع ذلك بمجرد اتباع السياسات والأفكار التي تدعين أنت إليها؟ ما يجري هو التطور طبيعي والرأي العام يتغير لست أعلم أيهما الأصح كانت لحزب العمال فرصة للرد وشعر الناس بذلك بقوة لم يكن الموضوع قضية تخص المسلمين وحدهم وما حدث أن حزب العمال تصلب في موقفه فدفع ثمن ذلك وضعهم الحالي في الحكم ليس مثاليا تماما وأرى أن عليهم توخي الحذر مستقبلا في الحصول على دعم السكان أنت على صواب فحيثما يوجد فراغ فإن سده أسهل ما يكون على اليمين المتطرف وكان على حزب العمال ألا يسمح بحصول ذلك أريد أن أشرك بعض متابعين سيد ياسمين بعض متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أحدهم يقول هنا علينا التركيز على دعم هؤلاء الساعين للهجرة في أوطانهم بإيجاد فرص عمل لهم وبالاستعمال الأمثل لرأس المال البشري وهذه مشاركة أخرى تقول لا نريد هجرة أدمغة في بلدان أخرى ما رأيك؟ خلفية المهنية في قطاع الصحة العامة ونزيف الأدمغة والمهارات كان من القضايا التي اختبرت فيها بكل تأكيد علينا دعم البلدان التي تحتاج مساعدات لكننا نتحدث عن وضعية مختلفة حيث يأتي لبريطانيا أناس في ظل ظروف أرغمتهم على الهجرة أو أنهم يبحثون عن ظروف أفضل ويمكن النظر للأمر من زاوية أخرى حيث أننا نحتاج لمهارات وخبرات من الخارج لدعم صناعات وخدمات الاقتصاد البريطاني في نفس الوقت الذي وقعت فيه أعمال الشغب العنيف صدر تقرير عن وزارة الداخلية البريطانية يرشح أن تواجه بريطانيا أزمة نقص في اليد العاملة والمهارات المتخصصة والسبب هو أن فرض هذه السياسات في مجال الهجرة هي ما يثني الناس عن الهجرة لبريطانيا هناك انخفاض بنسبة السلس في تأشيرات العمال والخبراء الأجانب وانخفاض بنسبة 80% في تأشيرات قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية وقد نعود لهذا الحديث لنتساءل عن من سيرعى من هم في أمس الحاجة للرعاية في مجتمعنا كبار السن علينا أن نوازن الأمور مع احتياجاتنا أيضا فنحن نعيش في بلد تتراجع فيه نسبة الموليد بينما السكان من فئة كبار السن ما فتئت أعدادهم تتزايد من سيرعى هؤلاء يعيدنا هذا إلى النقطة الأولى الهجرة الحكومة البريطانية تشعر أن عليها التعامل مع أسباب القلق لدى الرأي العام من موضوع الهجرة وكما قلت هذه الاضطرابات عرفتها بريطانيا في 2011 وهناك من يرى أن النظام القانوني خاصة منظومة المتابعة الجنائية ربما ليست قادرة على استعاب اضطرابات كهذه إذا اتخذت حجما أكبر هل هذا صحيح؟ أنا أرى أن علينا التركيز أولا على النظام القانوني الذي ينظم ملف الهجرة ونحن نتفق مع الحكومة في الحاجة إلى إصلاح هذا النظام قبل عشر سنوات كان البت في طلب الحصول على حق اللجوء يستغرق ستة أشهر أما الآن فقد يستغرق سنوات يعيش خلالها اللاجئون أوضاع عصيبة فهم لا يستطيعون العمل أو الاستفادة من أي إعانات اجتماعية من المال العام ولذلك علينا ضمان فعالية أفضل لنظام الهجرة والتخلص من تراكم الملفات التي تحتاج البت فيها ومرة أخرى أقول إن مجرد زيادة عدد موظفي دائرة الهجرة ليس السبيل الأمثل للإصلاح منذ مارس آذار 2024 سيدة ياسمين والحكومة توفر اعتمادات مالية وموارد مثلا لحماية المساجد ولحماية مسلمي بريطانيا لا ريب أن المملكة المتحدة كدولة وكبلد عليها تحقيق توازن معين وعلي أن أطرح عليك هذا السؤال لأن هناك الرأي الآخر دائما هل نحن نطلب أكثر من اللازم بمواصلة طرح هذه الأسئلة؟ لماذا نعتبر أننا نطلب أكثر من اللازم من حكومة ننتخبها وندفع ما علينا من واجبات ضريبية كمواطنين؟ لدينا الحق في أن نطلب ما نحتاج إليه وما نطلبه هو العدالة والتوازن ما نطلبه هو شيء بناء لا لغة تؤدي إلى الانقسام والفرقة وإثكاء الكراهية بين الشرائح المجتمعية وتصعيدها كما رأينا لنا مطلق الحق في المطالبة ياسمين حليمة المدير التنفيذي للمجلس المشترك لرعاية المهاجرين أشكرك جزيلا على وجودك معنا في بلا قيود من بي بي سي نيوز عربي شكرا جزيلا شكرا اشتركوا في القناة